شق جسمه نصين وطلع كل الأعضاء والأحشاء براه وصور اللي عمله دوت بتقناية الفيديو كول لواحد مصري مقيم في الكويت والفيديو تصور عشان يتعرض أو يتباع على الدارك ويب صورة اللي قدامك دوت هو طارق شطان بتمثل في هيئة بني آدم وارتكب جريمة هي الأولى من نحة في الوطن العربي وهي أول جريمة تتعمل عشان الدارك ويب والضحية هو الطفل أحمد اللي عمر 15 سنة من شبرة خيمة ولسه بقى حكي لك بقية قصة بالتفاصيل كلها يلا نبدأ بسم الله خلا نبدأ بالكلام بتاعنا عن الضحية وهو أحمد محمد طفل عمره 15 سنة ساكن في مدينة الأليوبية بمركز شبرة خيمة أحمد من أسرة بسيطة ووالده راجل طيب طالع على المعاش وعنده ست أبناء وأحمد هو كان الشقيق الأصغر فيهم الأمور كانت ماشية طبيعية وأحمد كان بيعيس سلم زيه زي أي حد لحد ما في يوم الأيام دخل الشيطان اللي اسمه طارق لحياتهم طارق جي المنطقة زيه زي أي حد ولكن عشان تبقى أنت فاهم تكوينة المناطق الشعبية هنا في مصر إن محدش بيخش وسط الناس كده عادي الناس بيكونوا عايشين كأنهم فعيلة كبيرة فكله يعرف بعضه دخل دخلة إنه هو شاب مكافح وإنه هو مريض بالسرطان وبيصرف على نفسه ومحدش متكفل بيه والأهالي عشان ناس طيبة قرروا إنه هم ما يشوفوا له شغلانة تكون مش مراهقة جسديا بالنسباله فشغلوا في كافية لكن هو أصلا صناعيته كانت كهربائي ولكن طبعا كعامل في كافية بتكون أقل إرهاقا جسديا بالنسباله كان بيقعد دائما يتكلم في الدين ويوعز الناس وينصحهم وكان في الفتر دي بدأ إنه هو يتصاحب على أحمد بدأ يتقرب منه ينصحه يشوف مشاكله ويسمع له وأحمد كان بيقول إنه هو بيعتبره زي أخوك كبير وكان بيبصله على إنه قدوته بما إنه هو شاب مكافح مريض سرطان وهو اللي بيعقول نفسه وكمان يعرف ربنا هو بيتكلم في الدين أو يعني ده اللي كان بيحاول يوهمهم به في نفس الوقت صاحب الكافية اللي طارق بيشتغل فيه كان بيقول إن طارق بيختفي وبيظهر وبيغيب أكتر من العادي طبعا ده كان كله بحجة إنه هو بيعمل تحاليل وأشعة وبيتعالج من السرطان اللي هو مصاب به فكان طبعا صاحب الكافية بالطرى إنه هو يسكت وبيتعامل معه إنه هو كأنه بيقف جنبه فلدة الأمور ماشية كده لحد ما فجأة طارق بيسيب الكافية بعد مشكلة حصلت مع سبون وبيختفي من المنطقة المدة تاليبا أسبوعين بعدين طارق بقى بيظهر وهو في حاجة تانية خالص حياته تغيرت 180 درجة بعد ما كان فقير فجأة رجع لهم هو معاه عربية من أنضف نوع موبايل من أنضف نوع كمان بقى بعد ما كان بيشتغل في الكافية رجع له ولكن رجع كسبون وكان بيحاسب بفلوس كتيرة جدا حتى أزيد من سعر المشاريب كانوا يعني من أنه كأنه بيقف جنب الناس اللي وقفوا جنبه قبل كده وطبعا علاقته مع أحمد بقى اتعلاقها وطيدة أكتر لأن دلوقتي أحمد بقى بيبصله على أنه بش بس قدوة ده كمان بقى معه فلوس ولما صاحب الكافية سأل طارق أنت الفلوس دي جبتها منين والناس بدأت يعني تسأل قال له من أنه كان عنده أخي لي ولكن أخوه دوات مات وهو ورس من وراء مبلغ كبير جدا وده سبب السراء الفاحش اللي هو فجأة ظهر عليه في الوقت ده زي ما قلت لك كانت علاقته بأحمد بقى يتمشي في اتجاهه أعمق شوية بقى بيقعد معاه أكتر بقى حتى بيدي له عدية في العيد كأنه يعني أخوك كبير وأنه بيحبه ولكن ده كان مصار للشك بالنسبة لأخت أحمد الكبيرة اللي اسمها شايماء لأن خد بالك أن طارق دوت احنا بنتكلم في أنه شاب في التلاتينات من عمره وأحمد هو طفل عنده خمستاشر سنة فكمش من منطقة يعني علاقة الصديقة اللي ما بينهم فضلت الأمور ماشي كده لحد ما في يوم خمستاشر إبريل اللي فات اللي كان موافق يوم اثنين أحمد اختفق مراجعش للبيت لحد ما كانت الساعة عدت ثمانية وأهل أحمد متعودين هو ما بيتأخرش للدرجات في الشارع بدأوا يدوروا عليه ولكن هما ما لقواش أي أثر في أي حتة سألوا عليه كل صحابه سألوا عليه أهل المنطقة ولكن ما حد شاف أو حد يعرف له طريق وهنا بقى بدأ الأهالي يدوروا في كل حتة ولما وصلوش لحاجة بدأوا يفرقوا الكاميرات بتاعة المنطقة ويتتبعوا الطريق اللي هو كان ماشي فيه لو أنه هو دخل البلاستيشن وخرج منه كم مرة كده ولكن ما فيش أي حاجة غير طبيعية في الموضوع ولكن لما تتبعوا الفيديوهات أكتر لو أنه هو راح لطارق اللي كان قاعد على القهوة قاعد يتكلم معه شوية دخل البلاستيشن ولما طلع أخذ طارق وفضلوا يتكلم وفضلوا ماشيين وبعدين يختف فرحوا جابوا طارق وسألوها هل أنت شفت أحمد قال له من هو قابله بالصدفة قاعد يتكلم معه شوية وبعدين ساب وهو راح مشواره ولكنه لما رجعت فاجئ من هما بيدوروا على أحمد وأحمد مش لقيل له أثر في أي حد لأ وكمان بيقولوا أن طارق كان حزين جدا وكان عمال بيدور على أحمد معاهم وقال له من هو يحاول لقي من غير أي شوشرة ولكن الأهل ما اعتمدوش الكلام دوت وراحوا بلغوا جهاز الشرطة كبلاغ تغيب عن البيت عادي جدا فبالتالي جهازة الأمن لازم تستنى فترة معينة والوقت لما يعدي أكتر من اللازم بيبطروا أن هما يتحركوا بقى ويدوروا في أماكن تانية لكن لحد الوقت زي ما بقولك هما معتقدين أن هي قضية تغيب عادية بفيش أي شبهة جناية موجودة في الموضوع في نفس الوقت ده وبعد ما الشرطة بدأت تتحرك لأن البلغ كان طول معاهم وصل لهم بلغ من منطقة تانية تحديدا في عمارة كان طارق مستأجر فيها شقة السكان اشتكوا أن هما شمين ريحة فظيعة قذرة ولما صاحبة العمارة ومعاه الأهل الموجودين في العمارة اقتحموا الشقة اتفاجئوا بمنظر مرعب المنظر والريحة كانوا بشعيل لأقصى الحدود جهاز الأمن لما وصل اشتبه في أن هو دوت الطفل المتغيب عن البيت لأنه هو بنفس الأوصاف ففي ساعتها بلغ أهله ولما جم أهله اتفاجئوا بالصدمة أحمد كان مجبوح من عند رقابته وفيه شقة بالعرض وشقة بالطول من أول الرقبة تحت لحد البطن أعضاء وأحشاء الداخلية كلها مش موجودة ولكنهم لقوا محتوطة في كيس اسود جنب الجسة كمان عينيه كانت مخلوعة من راسه وطبعا بعد ما رجال الأمنة عملوا التحديات بتاعتهم ومسألوا صاحبة العمارة عرفوا أن الشقة دية اللي مأجرها طارق في الوقت اللي كانت الشرطة فيه بتبحث تاني مع الأهالي عن أحمد لما راحوا فرقوا الكاميرات وتتبعوا أحمد زي ما قلت لك أنهم ما وصلوش لحاجة لكنهم لما تتبعوا طارق قبل ما يقابلوا بشوية لو أنه كان موجود في الصيدلية ولما راحوا سألوا الصيدلية هو أخذ منك إيه قالوا منه هو أخذ مني مادة مخدرة وأخذ كمان شاش وطن ولكن الأهالي في وقتها مش هكوش في حاجة فكروا أن المخدر دوت والحاجات دي هو أخذها علشان هو مريض سرطان فممكن يكون بيحتاجها في حاجة فالحكومة لما ربطت الموضوع ده مع الموضوع ده بدأوا أن هما يدوروا على طارق لأنه هو بقى المشتبه رقم واحد في القضية ولما أبعدوا عليه على طرفه وما أنكرش وقال لهم أنه هو ارتكب الجريمة دي بعد ما تواصل مع واحد في الكويت وعدوا أنه هو هيديه خمسة مليون جنيه لو هو جاب أي طفل يكون في الحزب بتاعت 14-15 سنة ومسكه أتلوا ومثل بجسطه وخرج أعضاؤه ولكن اشترت عليه أنه هو هيعمل دوت بتقانية الفيديو كول أجهزة الأمن بدأت التحريات بالفعل وحاول يوصله للشخص اللي كان بيتواصل معه في الكويت اللي فيما بعد اكتشفوا أنه هو مصري والغريب بقى أنه عمر اللي كان بيتواصل معاه ده هو برضو طفل سنه ما تجاوز 16 أو 17 سنة أنا عايزك تتخيل الجنان أن طفل عمره 15-16 سنة قاعد بيتفرج على جريمة بالمنظر ده فيديو كول لطفل بنفس عمره أجهزة الأمن المصري بالتعاون مع الإنتربول قدرت أن هي تمسكهم في الكويت هو والده واكتشف أنه كان بيكلم طارق عن طريق شريحة كان بيملكها والده وحاليا المتهم والده اتمسكه وترحله على مصر وبيتم التحقيق معاه والمتهم قال لما حققه معاه أنه بياخد فيديوهات القتل دي علشان يبيحها في الدارك ويب وركز بقى في النقطة دي كويس بيبيحها في الدارك ويب مقابل مبالغ طائلة خد بالك أنه كان هايد دي لطارق خمسة مليون جنيه فأنت متخيل بالفيديوهات دي بتتبع بكم أصلا جهاز الشرطة بمساعدة رجال البحث الجنائي والطب الشرعي أثبته أن هي مش جريمة سرقة أعضاء تماما لأنهم لقوا جروح كتير جدا في جسمه ما لهاش أي علاقة بجريمة سرقة أعضاء ولكن من الواضح أنه كان بيعذبه وكان بيمثل بجثته الجريمة دي جريمة من أبشع ما تكون طارق واللي حرده وأنا شايف أن عقوبة الإعدام فيهم مش كفاية يا ريت يا جماعة أنا عايزكو تنشره الموضوع قادر الاستطاعة عشان الموضوع لما بيتحول لقضية رأي عام بيبقى فيه جراءات بتسرع الحكمة عن الناس ديت الجريمة دي أنا عارف أنها تعمل ضجة بسبب أنها الأولى من نوحها دي أول جريمة إحنا نسمع عنها على الأقل يمكن فيه جرائم تانية ها ما نعرفهاش ولكن هي أول جريمة تحصل بسبب الدارك ويب لو أنت ما تعرفش هي الدارك ويب ودي حاجة أنا أولى سريعا في الفيديو فده بيكون طبقة تانية من الإنترنت مش زي الإنترنت العادي بتاعنا اللي فيه الفيسبوك وجوجل وبينج ومحركات البحث الطبيعية ولكن ده مكان الحكومات ما عنديها السيطرة بأي شكل من الأشكال عليه بيحصل فيه أبشع الحاجات اللي انت ممكن تتخيلها أو لا تتخيلها من تجارة أعضاء لتجارة مخدرات تجارة سلاح حتى أنك ممكن تستأجر حد يموت حد زي ما انت شفت كده كل حاجة باشعة بتحصل هناك أنا لو وعدت أتكلم من هالغاية بكرة الصبح مش هكفيه ومحتاج لي مثلا سلسلت الفيديوهات كاملة تكلم عن الدارك ويب لكن يا جماعة وعوا الناس خلوا بالكو على عيالكو مش أي حد نأمله في الزمن ده في النهاية ريت تطول أحمد إن ربنا يرحمه يا رب ويحتسبه عنده من الشهده ويصبر أهله عن المصيبة اللي وعدت عليهم يا رب كان معكم أحمود زايد سلام